شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة وخلال مشاركته في الاجتماع أكد سعدت النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عضو الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أكد حرص مملكة البحرين على تعزيز وتفعيل جهود العمل البرلماني العربي المشترك من خلال التنسيق المشترك بين البرلمانات العربية لبناء تصورات وبدائل وبرامج برلمانية عربية موحدة لمؤاجهة التحديات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة